توجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولية والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأياد الوضاء على رعايتهم للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديرا لما يقدمه لهم من دعم هذا بجانب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس يحصل على الجائزة في دول منطقة الشرق الأوسط وأعلنت المشرف العام على المجلس أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث صدرت عدة قوانين تحمي حقوقهم وتدعم دمجهم وتمكينهم بعد معاناة طويلة من التهميش وأن هناك محطات كثيرة في اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة منها إعلانه عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة وإقرار عدد من التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم دمجهم مجتمعيا وفي كل المجالات ترجمة نانسي قنقر